بصة سيني كلنا خلاص عارفين حفظين عندنا يقين في مسألة رأس الحكمة يقين جدول زمني واضح جدا جدول زمني للمصادر الدولارية اللي جاية في خلال الجدول الزمني بتاعها زي ما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي والنهاردة لو خدت بالك وده هنتكلم عليه بوضع بشيء من التفصيل قدام شوية لكن النهاردة لو خدت بالك هتلاقي انه مديرة الصندوق النقد الدولي كريستينينا جورجييفا اتكلمت على انه خلاص احنا في غضون اسابيع ان شاء الله هنوقع الاتفاق مع مصر ده معناه حصيلة دولارية محترمة جدا 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 وده برضو علشان حضرتك تبقى عارف وعلشان بتوعي السوق السوداء يبقوا عارفين اللي جاي من رأس الحكمة ده حاجة اللي جاي من الصندوق صحيح مش حتة واحدة بس بنتكلم من عشرة لاثناشر مليار من عشرة لاثناشر مليار عشان نبقى متفقين طيب هيجوا على دفعات هيجوا على دفعات بس اللي بنتكلم فيه انه ده من شأنه جدا قوي خالص انه مش بس يحللك الازمة او يحللك الازمة وتعدي مش تعدي الازمة لا انت تعدي اقتصاد الدولة هيعدي بأمر الله طيب ايه قصة تجار السوق السوداء تجار السوق السوداء بيلعبوا لعبة غاية في الدناءة عشان بس تبقى فات هو الدولار بينهر او بينهر بيقع او بيقع مش هقولك اسعار عشان ما تقعدش توجعلي دماغي بصراحة والناس تقعد تهرج ايه وتستخف على السوشال ميديا لكن بمنطقة البساطة اللي بيلعبوا التجار يقولك ايه ده هو نزل بس بيطلع تاني ده نزل وبيطلع تاني تيجي تقوله طيب ايه انا عايزة بيع لا والله يعني اصلا ده مش محتاج طيب انا عايزة اشتري خمسين يعمل لك كده يقولك ايه خمسين طالما انا عايزة اشتري يعني هو التاجر مع دولارات فهتروح تقوله طيب انا عايزة اشتري هقولك اهو هتيجي تقوله طيب انا عايزة بيع طيب بص حضرتك خلينا بس نشوف السوق هيبقى ماشي ازاي اصبر علي وفي واحد تاني يقولك شو اصبر علي يقولك اتنين واربعين يا باشا على طول كده اتنين واربعين يا باشا لكن لما تيجي تقوله انا عايزة اشتري يقولك خمسين هم بيلعبوا مين بيلعب الحكومة والتجار اللي في منتهى الجشع سعدة ليه لانه بالطريقة دي بالنسبة له انا مش هتطر اخفض اسعار او في البضاعة هزيدك من الشعر بيت تجار العربيات نزله كم في العربيات نزله عشرة اتنشر في المية مع انه سعر الدولار نازل تقريبا واحد وعشرين ونص في المية ايه مش هقولك خمسة وعشرين ايه انت منزل عشرة في المية ليه مع انه سعر العملة نازل واحد وعشرين ونص اتنين وعشرين بالمتوسط يعني من خمسة وعشرين لحد العشرين يبقى تجار السوداء بيلعبوك وانا بقولك اهو نصيحة الوجه اللي ما تشتريش حاجة لا تشتري عربية ولا تنزل تشتري دهب ولا تنزل تشتري دولار ما توجعش دماغك بالقصة دي اصبر انت خسران ايه ده كلها ايام عدى تقريبا اسبوع سبت حد اتنين ادي التلات خلص نهاية الاسبوع ده لقى اللي بعدي احنا كده في السيف صعيد اول يوم حد الفلوس دخلت المركزي انت خسران ايه لانه خلي بالك الفلوس دخلت المركزي يبقى تدبير العملة واجب خلاص شكرا وسعيدها المركزي هيدبر العملة للمستوردين صح جميل ده معنى ايه معنى ان السوق السودة بخ في نيتو راحت فما توجعش دماغك بالناء بالزن تعالى ده نزل بس بدأ يرجع تاني تعالى الحق خد العربية او يجيو لك ايه احنا عملنا عرض على العربية حضرتك احنا منزلين فيها عشرة في المية وعشان انت حبيبي اتناشر في المية لص واش انا بقول لك اهو لص وكذاب وهو شار العربية دي بسعر يورو تسعة واربعين جنيه ده لو جايبها من اوروبا يعني ولا بيجيبه من اوروبا ولا بتاع بس يعني ف اللي انا عايز اقولهولك لو سمحت ما تشغلش بالك بالقصة دي امسك نفسك وتماسك وخليك في التمام كده ورجل اوبها وملوه دومك وما تشتريش كل الكلام الفاضي ده لا انت خلاص مش مزنوق في عربية يعني يعني دي مش رضعت العيل فبلا عربية بلا دهب بلا دولارات دلوقتي خالص اتقل بلا دولارات دلوقتي خالص